أنا أقول لك شيء، الأسرع في اليمن طال وأصبحنا ما احترامي لكل الأطراف السياسية كأن إحنا يعني أولاً سلموا الأمر الجمل بما حمل وكأن إحنا لا نستطيع أن نحل هل إحنا اليمنين عاجزين عند إيجاد حلول؟ أنا أقول دائماً عندما تكون داخل بيت فتحت الشبابيك والطيقان كلها للناس لا تستغرب إنهم كلهم بيتفرجوك وما تستغرب إذا دخلوا لك لوصل البيت وهم اللي قالوا كرح شمال أو رح يمين إذن علينا أول شيء إحنا أن نأخذ بالمبادرة يجب علينا إحنا كيمنيين إحنا من؟ اليمنيين أنا أتهم بالخيانة أي طرف يرفض الوساطة المحلية وأنا أقولها من هذا المنبر أي طرف يمني يرفض الوساطة المحلية ويرفض تكوين أو تشكيل طرف ثالث يمني محلي يقوم هو بوضع الحلول ويحضروا كلهم على طاولة حوار من طرف ثالث فأنا أتهم جميعاً بالخيانة لأن إحنا الآن لما نجي باستمرار نجيش نلوم الخارج نلوم الخارج الخارجي بيدور مصالحة في الأول آخر هم مش فاضين أنهم يحلوا لنا ثمان تسع سنين خلاص جاوب هذا الحل ما نفع جاوب هذا الحل ما نفع وكل واحد فينا للأسف الشديد يعني نكون صريحين لهذا أنا أقول دائماً نكون صريحاً عشان نعرف نحل كل طرف الآن ماسك من السكة طرف على قولتهم كل واحد ماسك لي منطقه ويقول لي أنا أصبحنا الآن سلطنات تعودوا كل واحد الآن رجع يعظم السلطن اللي كان فيها إلى إين نحن واصلين؟ ترجمة نانسي قنقر